انا عصام بايومي سيو امكو فواندرو في اجري ووتش بي اي اي دي ان بيرسيشن ايريجيشن يوزنج استلاي الداتا الزراعة في مصر بدأت من الاف السنين ودائما كان الكطاع الزراعي بيمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري على مره العصور وكان لابد من تطويره بشكل يسمح بالاستدامة حبينا في اجري ووتش ان احنا نشارك في عملية التطوير وانساعد كل المعنيين والمهتمين بعملية التطوير بداية من صانع القرار والصورة الى صغار المزارعين لقىنا في اجري ووتش تلت تحديات اساسية بتقابل عملية التطوير وهي اول حاجة صعوبة تجميع والوصول الى بيانات دقيقة وموصوقة عن نظام زراعي فيه كثير من المتغيرات تاني حاجة لقىنا صعوبة مراقبة ومتابعة المحاصيل الزراعية خاصة في المساحات الكبيرة والضخمة تالت حاجة استمرار بعض الممارسات الزراعية اللي ما تغيرتش من ايام الفرعنة فاحنا في اجري ووتش تستخدم تكنولوجيا الاقمار الصناعية والاستطالية الداتا في تقديم حلول تساعد في حال الثلاث مشكلات الاساسية او بتساعد بشكل عام في عملية التطوير فبنقدم تقارير رسمية عن الوضع الزراعي في مصر او في اي منطقة فيما يخص تركيب المحصولية الانتاجية المتوقعة المساحات التوزيع الجغرافي واماكن التمركز لكثير من الصناعات الزراعية بنقدم خدمة الكروب منوترينج من خلال ويب سايت وموبايل أبليكيشن بنقدم خدمة إرغيشن سيستم أسيسمنت بهدف تطويرها وتحسينها وصولا بأن نوصلها انها تكون سمارت إرغيشن سيستم او برسيشن إرغيشن ده كله بهدف تطوير منظومة الزراع في مصر من منظومة تقليدية انها تبقى منظومة ضقيقة وزكية تسمح بتحقيق مبدأ الاستدامة ده جوز من البروتكتب بتاعتنا خدمات الاستصلاح السمارت أجريكالشر الكروب منوترينج الماركت ساز عندنا مصر فيها حوالي 10.5 مليون فدان بكيومة سوقية تقدر بـ 30 مليار دولار احنا في أجري ووتش بنترجت على 10 مليار دولار منهم احنا حاليا بنكسب من 3 خدمات أساسية بنقدمهم أول حاجة خدمة ما قبل الزراعة وخدمات الاستصلاح فدية بيكون بنبدأ من مساحة 100 فدان حتى مليون فدان وأكتر بتكلفة بتبدأ من 30 جنيه حتى 200 جنيه لفدان حسب المساحة تاني خدمة بنقدمها خدمة التقارير عن التركيب المحصولية ومساحتها وأماكن تمركزها والانتاجية المتوقعة وده بتبدأ من 100 فدان حتى مستوى مصر بتكلفة بتبدأ من 20 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه تالي خدمة كروب منوترينج وده بتبدأ بيكون بمتوسط 100 ألف فدان بتكلفة شهرية أو أرباح شهرية تقدر بـ 300 ألف جنيه عندنا الوحيد في مصر بنشترك مع بعض بتقديم خدمة الكروب منوترينج وبتتميز أجري ووتش بتقديم خدمات الاستصلاح اليمباكتس وكلمت تشينج على التركيب المحصولية في المستقبل كروب كلاسفيكيشن وبرودكتيفتي ريبورتس السمارت إرجيشن أو بسيشن إرجيشن إحنا أطلقنا أجري ووتش في 22 وكنا محققين ريفنو 4 مليون جنيه من الخدمات اللي عرضناها قبل كده هدفنا في 23 إن إحنا نوصل أرباحنا من كافة خدماتنا إن نوصل لـ 20 مليون جنيه وسايد باي سايد بنبني أورنس عند المزارعين بمختلف المستويات بأهمية الزراعة الدقيقة وفي نفس الوقت بنصنع أور أون سمارت أجريكاوشر سيستيم أما في 24 هدفنا نوصل من كافة خدماتنا لأرباح 75 مليون جنيه ونكون بيعنا أول 50 جهاز من إنتاجنا سمارت أجريكاوشر سيستيم و25 هدفنا نتوسع في تقديم خدماتنا في منطقة المينا ريجين وإفريقيا ونكون وصلنا من كافة أرباحنا لـ 200 مليون جنيه الأسكي بتاعتنا إحنا محتاجين 300 ألف دولار موزعين بالشكل التالي لقدام حضر لكم ما بين إمفرستركشر أران دي ماركيتنج سمارت أجريكاوشر سيستيم وأخيرا السالرز التيم بتاعنا مكوام مني أنا دكتور عصام بايومي بي اتش ديم برسشن إيريجيشن يوزين جيزين جيزين داتا كوفويندر انسيو وسام صلاح كوفويندر إمبيدد سيستيم عندنا تيم عالي الكفاءة من المتخصصين والاستشاريين المتخصصين في المجال ولهم خبرات دولية في العامة من منظمة الفاو الإيكاردة المنظمة العربية للزراعة ففي النهاية عايز أقول أن احنا بتوطى الخبرة أكبر من 70 سنة في النهاية حابب أقول أن أجري ووتش بتساعد أو دائما هي أداة للمطور للمقرر والمطور والفلاح فأجري ووتش دائما ما تكون صديق الفلاح أو شريك النجاح